أبو إبراهيم يقول ما هو ضابط اللباس الشرعي للمسلمين والمسلمات في بلاد الغرب أخوي الفاضل بالنسبة للمسلمة يجب عليها أن تحتجب سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الغرب لأن النص الشرعي عندنا ما يفرق بين كونها في بلاد المسلمين أو كونها في بلاد غير المسلمين ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور ورحيم قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن والأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفيد على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب في أي مصر وفي أي عصر وفي أي زمان وفي أي مكان وهي أهم شيء أن لا تلبس لباس تشتهر فيه بين الناس هناك بمعنى هي تلبس في بلادها الأسود مثلا لكن إذا راحت هناك الناس لا يعرفون العباء السوداء فلو لبستها لفتت الانتباه لا تلبس البالط الأبيض تلبس البالط الوردي مثلا تلبس البالط البني بمعنى أنها تلبس شيء بحيث أنها لا تتميز عن الناس أما الرجل فالرجل كذلك الرجل يلبس اللباس الذي يلبسه في بلدي لكن إذا كان في بلد يصبح لباسه لباس شهرة يعني الآن لو لبس هذا الثوب تميز عن الناس وأصبح مشتهر ويلفت الانتباه ويشار إليه بالبنان فإنه يلبس لباس القوم يلبس لباس القوم ولذلك هذه المسألة حقيقة هي الأصل في اللباس أنه من العادات اللباس من العادات لكن جاءت الشريعة فنبهت على بعض القضايا مثل قضية الحرير مباح للنساء لكن محرم على الرجال مثل اللباس الشهرة محرم على الجنسين مثل أيضا هذا النوع من لباس الشهرة أن يلبس لباس بلده في بلد لا يعرف هذا اللباس فيشتهر به ولذلك يلبس لباس الدولة الذي هو ذاهب إليها ما دام أن اللباس لا يحمل أي شعار مثلا ديني معين نحن نعتقد بطلانا في عقيدتنا بارك الله فيك